يا أخي شيء لا يصدق هل هناك أعظم من قتل حسين يروى بالسنة عن عبد الله بن عمر بن العاص وكان جالسا في ظل الكعبة فأقبل أبو عبد الله الحسين عليه السلام في سابق أيام حياته السعيدة المجيدة العزيزة فأقبل فأشار إليه فقال أرأيتم هذا هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم أفضل من يمشي على وجه الأرض قال الآن النبي قال هذا هذا حديث معروفة واضحة سيد شباب أهل الجنة الإمام إن قام وإن قعد إمام يقتله عمر بن سعد بماذا؟ بإمارة الري لأنه إن لم يقتله قال له عبيد الله أنا تمنت أن يقول له على الأقل لأقتلنك يعني يكون له بعض عذر بعض عذر ولا عذر ولا عذر والله ولكنه قال له لأعزلنك عن عملك ولا أهدم الندارك ليس ستصير أمير على الري وعلى همدان أهدم لك بيتك فقال أنا تفكرت في أمري وأحب الري أترك الري قال والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسيني قال لا نرجع مأثومين بقتل حسيني لعنة الله عليك لك النار لك النار أحدهم رأى النبي صلى الله عليه وآله تابعيهم جليل في المنام قال رأيته في المنام فقال لي إيتي البراع بن عازب صاحبي فقرأ عليه السلام مني وقل له من قتل الحسين فهو في النار كل قتلت الحسين في النار والعياذ بالله ما في كلام وأترك فقه أمي وحبت إيمان وحبت خردل هذا فقه الأمويين فقه الإرجاء الله قال وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مش حسينًا ابن رسولة مُؤْمِنًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا روى الإمام أحمد في مسنده عن عمران ابن حسين والحديث طويل اجتزئ منه بهذا الجزء المبارك أيها الإخوة النبي أمر بغزاء قال فخرجنا واصطففنا واصطففنا الرجال ومن خلف الرجال النساء ألمهم ثم غزونا وعدنا فأتى أحدهم فقال يا رسول الله استغفر لي الله غفر الله لك قال ماذا أحدث حدثا عمل لك مصيبا النبي قال له قال نعم يا رسول الله إنه لما فر القوم أدركت رجلا بين القوم والنساء فهويت عليه بحربتي فقال إنه مسلم أشهد أن لا إله إلا الله قالها تعوذا من الموت قال أنا شفت أنها تعوذا فقال النبي ماذا وعلى ماذا نقاتل الناس نحن لماذا أصلا نقتل ونقاتل ألا نقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام هل لا شققت عن قلبه فاطلعت على ما فيه قال قل كلا يا رسول الله لم أفعل قال أما إني لن أستغفر لك اذهب لم يستغفر له يقول عمران بن حسين فمات فدفنه أهله فأصبحوا وقد نبذته الأرض صحابي لمن جننون أيها الإخوة كسلوا أدمغتنا بحكاية صحابي 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 هذا صحابي أيضا أليس كذلك أو مجاهد وغزى بأمر رسول الله قتل رجلا كافرا مشركا أسلا في لحظة بلسانه لا ندري كان ينبغى أن تكف عنه لا أن تقطع رأس الحسين وأن تحمله إلى قصر الدعي ابن الدعي ثم يوضع على رمح وفي صفط ويخرج كل حين ويؤتى به إلى الشام ويضرب على ثنيتيه الملعون يزيد بقضيب من حديد ابن تيمية حبيب بني أمية عاشق بني أمية ينكر هذا والعلماء يثبتونه الطبران يثبته الذهب يثبته الطبر يثبته أبو الحجاج المزي وهو أعلى من ابن تيمية بمرات في الحديد بشهادة الذهب بمرات لا يقاس ابن تيمية بالمزي المزي خلق عجيب من خلق الله رضوان الله عليه أثبت هذا في ترجمة حسين من تهذيب الكمال أيها الإخوة في أسماء الرجال أثبته يزيد يضرب بقضيب من حديد على ثنيتي الحسين وسكين بنت الحسين من أين آتي بقلب بقدر هذا الحزن كله من أين نأتي بقلب يسع هذه المرارة كلها إخواني وأخواتي وسكين خلف كرسي الملعون يزيد حتى لا ترى رأس أبيها حتى لا ترى رأس أبيها ورجل عزرق من عصابة يزيد لعنة الله عليه وعلى حاشيته يتطلع إلى فاطمة بنت الحسين يقول يا عمي المؤمنين هب لي هذه أريدها أن أنكح هذه سبيه هكذا فانتفضت زينب الكبرى أخت الحسين عليه السلام قالت كلا ما ينبغي ولا يحل هذا لك ولا له قال كلا لو أردنا لفعلنا يزيد الملعون يقول قالت كلا والله إلا أن تخرج أنت وهو من ديني وديني أبي وجدي تخرج من دين محمد لأنك لست على دين محمد ونحن نعرف أن مشروعهم هو القضاء على دين محمد ياخي ما هذا الحقد كله ما هذا الحقد المجنون يا أخي حقد أبي سفيان على الرسول ومعاوي على علي ويزيد على الحسين أحب أن أعرف ما هذا الحقد أنا عارف أقسم بالله أنا عارف والأمور واضحة عندي أقسم بالله أوضح من أصابع الخمس هذه والله الذي لا إله إلا هو إن الأمور لواضحة كالشمس ليس دونها حجاب ولكن العمى نعوذ بالله من عمى القلوب نعوذ بالله أن تعمى قلوبنا وأبصارنا ولا حول ولا قوة إلا بالله يراد أن تأخذ بنت علي بنت فاطمة سبية تنكى على أنها سبية ويتهدد الملعو أنه يستطيع أن يفعل هذا لعنة الله عليه لعنة الله عليه ما هذا ما هذا وبعد هذا الذي حدث أيها الإخوة وبعد الذي هذا حدث رحمة الله على الإمام أبي عبد الله الحاكم الذي التهم بالتشيئ صاحب المستدرك على الصحيحين يقول أبو عثمان الصابوني أنشدني شيخنا الإمام أبو عبد الله الحاكم في مجلس الإمام الحمشادي الحاكم ماذا يقول يقول جاءوا برأسك يبن بنت محمد متزملاً بدمائه تزميلاً وكأنما بك يبن بنت محمد قتلوا جهاراً عاقدين رسولاً كما قلت لكم والنبي ثبت عنه هذا وارد عنه هذا كما قتل يحيا كما قتل بني إسرائيل أنبياء هذه الأمة فشلت أن تقتل محمداً ليلة العقبة التبوكية فشلت والنبي أخبر بأسماء هؤلاء المنافقين الذين أرادوا قتله على كل ذكي وأريب أن يبحث وأن ينقر وأن ينقب وأن يفتش لكي يعرف على الأقل أسماء بعض هؤلاء الذين أرادوا قتل الرسول ليلة العقبة اقرأوا صحيح مسلم واقرأوا الشروحات وكل ما كتب حتى تأخذوا فكرة عامة عن الموضوع الموضوع خطير خطير قال حذيف أشهد أنهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد في صحيح مسلم هذا لا يقل لنا لا نعلم الحقائق أيها الإخوة نعم فاشلوا أن يقتلوا النبي فقتلوا أخاه وقتلوا ابنه وقتلوا ابنه الله أكبر سمية نسلها أضحى كعدد الحصة وبنت رسول الله ليس لها نسل لكن لا أين نسل سمية اليوم لا نسل أين نسل يزيد ومعاوية لا نسل الإمام بن كثير في البداية والنهاية قال وبموت هذا من أبناء يزيد انتهى ذرية يزيد وقطع الله عقبه أم يبقى أحد على وجه العرض اليوم من نسل معاوية بن أبي سفيان وأين نسل الحسن وأين نسل الحسين أنا أقول لكم في خمسة قارات العالم أو في خمس قارات العالم في خمسة أسقاع المعمور أيها الله في الهند والسند وفي العراق والشام وفي مصر والسودان وفي ليبيا والقدس في كل بلاد العالم وفي الحجازين أيها الإخوة نسل محمد لا يعلم عدتهم إلا الله إنا أعطيناك الكوثر هذا هو الكوثر فلا تأسى لا تأسى أيها الشاعر المحب قطع الله نسل يزيد ونسل ابن زياد وهذا نسل محمد قالوا وَكَأَنَّمَا بِكَ يَبْنَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ قَتَلُوا جِهَارًا عَاقِدِينَ رَسُولًا قَتَلُوكَ عَطْشَانًا وَلَمْ يَتَرَقَّبُوا فِي قَتْلِكَ التَّنزِيلَ وَالتَّأوِيلَةَ الله أكبر قبل يومين كان عنده ماء فأعطاهم فحسين بن علي في صفين يقف معاوي على الماء فلا يعطي علي وجيشه في اليوم التالي يغلب علي على الماء فيعطي معاوي وجيشه شيء هجب يا أخي وإلى اليوم قسما بالله يا إخواني قسما بالله إلى اليوم الذين يحبون هؤلاء بني أمية أخلاقهم كبني أمية لا وفاء وغدر وكذب ونفاق وتدزيل وحقد أسود والذين يحبون محمداً وآل محمد بصدق هم الرجولة هم الشرف هم المجد هم الصدق هم الحق هم البر هم الطهر شيء عجيب يا أخواني رحمة الله على الإمام القاضي بن خلكان القاضي بن خلكان في وفيات الأعيان أيها الإخوة يروي في ترجمة الشاعر الشهير حيص بيص سعد بن محمد أيها الإخوة وابن الصيفي الذي عرف بحيص بيص يروي يقول وحدث الشيخ ابن المنجلي نصر الله ابن المنجلي كان شيخاً فقيهاً قال نمت ليلةً يبدو أنه نام في مثل هذه الليالي مكموداً محزوناً قال فسنح لي الإمام عليه عليه السلام في المنام فقلت له يا أب الحسن تفتحون مكة وتقولون من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن ثم يتم على ولدك وأهلك في الطف بكربلا ما تم ما هذا؟ ما هذا؟ حاربوكم عشرين سنة ولما أمكن الله من معاوي وأبيه وأخيه وأمه آكلة الأكباد قال محمد رسول الخير والطهر والمرحمة اذهبوا فأنتم الطلقاء وقبلها قال ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن ويأتينا الحمق التائهون ليقولوا لما قالها؟ قالها لأنه قال إن أبا سفيان رجل يحب الفخر أراد أن يتألف هذا الرجل المعطوب الفطرة المنكوس الشخصية أراد أن يتألفه لعله يخشع قليلا ويبخع للإسلام تألفا أيها السائل التائه يا من ضربوا وكفتيه يضحكون عليك فما كان جزاء محمد وآل محمد قتلوا تقتيلا الله أكبر وعلى يد من؟ على يد هذه العائلة بالذات على يد هذه العائلة بالذات كل بلاء الإمام علي من معاوية والبلاء الذي أصاب الحسن والحسين من بني أمية ومن معاوية وأبناء معاوية الحسن يموت مسموما أيها الإخوة ثم عدة مرات ونجا حتى ثم آخر مرة فلم ينجو منها كان يلفظ كبده لفظا لفظا أيها الإخوة لفظا وإلى الله المشتكى الله الموعد وقال لأخي الحسين ادفني عند جد المصطفى فأنا أولى به وتعلمون حكيت لكم ويأتي مروان ابن الحكم لعنت الله عليه وعلى أبيه من قبلي أيها الإخوة يأتي ويمنع وفعلا ويعمل حسين بوصية الحسن ويمنع الحسن أن يدفن من عند جده رسول الله لأن بني أمي لا يوردون شيء لا يصدق يا أخوة هذا حرص على رسول الله حب لرسول الله أنبغض في أهل بيت رسوله وفي رسول الله نفسه نعم نعم كانوا يخاطبون بعض المسلمين يقول محمديكم هذا انتبهوا محمديكم وقال لك مسلمون رحمة الله على حذيفة بن اليمان الصحابة الجليل أمين سر رسول الله على المنافقين على أسمائهم توفي سنة 36 بعد مقتل عثمان بأقل من سنة رأى التحول خطير على يد بني أمي في آخر خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه رأى كيف تحبث أيها الإخوة بني أمي بكل شيء كيف قلبوا الدين وكيف جاهروا بالنفاق ومن يعني حذيفة بقوله إلا هؤلاء فيما رواه عنه البخاري قال حذيفة إنما كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان قال ما في نفاق اليوم كفر اليوم في صحيح البخاري انتبع حتى تفهم التاريخ ما تقول ليش تاريخ وطبري وابن عبد ربه وأنت تقول عواطف في صحيح البخاري عن ماذا يتكلم قال اليوم ما في نفاق اليوم كفر بعد الإيمان هذه رواية الأكثرين قال الحافظ وفي رواية الكفر أو الإيمان كفر أو الإيمان بالترديد بالترديد أيها الإخوة هذا هذا هو المهم اسمعوا القصة العجيبة فبماذا أجابه الإيمان علي عليه السلام قال له الجواب عند ابن الصيف أما سمعت ماذا قال ابن الصيف قلت كلا يا أبو الحسن ما سمعت قال فاسمع منه قال فاستيقظ وهرعت إلى دار حيص بيص حيص بيص هو سعد بن محمد المعروف بابن الصيف الشاعر العباس الشهير متوفى سنة 74 وخمسمائة للهجرة حيص بيص مشهور قال فطرقت عليه الباب فخرج مذعورا فقلت الأمر كذا وكذا فماذا قلت فلما سمع ما قلت شهق وأجهج بالبكاء جعل يبكي قال والله إن عرف بها أحد بهذه الأبيات وإن قلتها قبل الليلة ما نظمتها إلا قبل قليل أنا قلت هذا المعنى بالذات قال حجيب أنا كنت أفكر في قضية مظلومية أهل بيت النبي وكيف قابل بن أمي وآل أبي سفيان وآل مروان أيها الإخوة وآل حكم ابن أبي العازي وحسبك من شر سماعه كيف قابل وعف رسول الله وكرم رسول الله بتتبيع أهل بيت قال فقلت وهو يبكي ملكنا فكان العفو منا سجية هذه الأبيات تسمعونها هذه قصتها لا تقال لنا كامل قصة انتبهوا نصب من تحت لا تحت لا يحب لا يرأل أن تقال لنا القصص كاملة حتى تحفظ الأبيات دون أن تعرف القصة لأن القصة تنتصر له البيت وفيها كرامة للإمام علي عليه السلام رؤياه حق هنا شفتوا حق قال اذهب إلى ابن الصيفي وتسمع الجواب منه الله أكبر قال ملكنا فكان العفو منا سجية فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضحوا وكل إناء بالذي فيه ينضحوا نحن بن هاشم وأنتم بن عبد شمس أنتم أبناء الحكم وأبناء أبي سفيان صخر ابن حرب هكذا هذا هو الفرق يا إخواني